السلام عليكم أخواتي ورحمة الله وبركاته نتمنى إن شاء الله لتكونوا في أحسن أحوال وعيد مبارك سعيد إن شاء الله يوم أحضر معكم هات حلوة دي الوردة اللي تتكون مقادر بسيطة والشكل ولا ماداق رائع وما تكون جادنا فيها مكونات كتيرا وبدون خاميرا وكتجي عندنا هكا منفوخة وكتجي عندنا مفقعة وهشة وكيجي وحد الماداق ديالها جد رائع وتحضروه وزينو بعمائي ذات العيد لكتجي رائعة وندوزوا إن شاء الله المقادر وطريقة التحضير اللي هي بسيطة مقادر بسيطة وموجودة في كل بيت إن شاء الله وحتى بالطريقة التحضير ديالها رهها سهلة هنا في المقادر كان نحتاج وحد ثلاثة الكيس أربعة كيس العفون ديال العنبة ديال طحين الأبيض أو الفورس نحتاج وحد كاس لاروب ديال الزبدة مدابة اللي كان نخلط بها كافاتش كل وكن نحتاج وحد رشة ديال الملح وغاد نجمعها بالحليب وعندي التنسيم وحد جوجفانيات كنستنبيهم كيف ما كتشوفو صافي وغاد نجمعها بالحليب الحليب عندي فوق النص ديال الكيس واحد شوية حقاش العاجين ديالنا غاد نحتاجوها تكون متماسكة قاسحة شوية ما تكون شراء مرخوفة صافي كنستمرها بها كنلقنا نوضع الحليب تدريجي باش نحصل على العجين تكون شرطبة تكون قاسحة نحن عارف نطحين مرة كيشرب ومرة ما كيشرب شرطبة تكون شرطبة تدريجي باش نحصل على النتيجة اللي مطلوبة في هاد العجين هذا صافي كنستمرها كحتى كنجمعها وكندلكها شوية وكيف ما كنعرفو احنا العجين ديالنا ما فيهاش الخميرة نهائيا يعني قد ما خليناها كتجين العجين الطاعة وكتجين زوينة في الخدمة ديالها وننتيجة كتكون صراحة كتكون زوينة كيف ما كتشوفو غدا نجمعها وغدا ندلكها مزين وغدا نوضعها في واحد البلاستيك غذائي ونخليها كيف ما قلت لكم قد ما خليتها قد ما كترتاح قد ما كتجين العجين الحلوة ديالنا كتجين زوينة كيف ما كتشوفو العجين را قاسحة كيف ما كيباليكم في شكل ديالها ولكن سر انا نخليوها واحدة ساعة ونص ولا جوز سواها كاية كيف ما كيباليكم كيف ما كيباليكم كنسرحها كابل مدلك من بعد ما خليتها واحد ساعة ونصها كاية يعني را قد جي طاعة وحتى كنسرح فيها كتكون رقيقة كتجينة يعني كتسطح العمل كيبال يعني هنا عندي واحدة جرارة للشباكية كيف ما كتشوفو غدا ندير واحد لها كاي الخطوط تقريبا خمسة سانطين في الوحدة هكاية ما بيناتهم وغدا نعود ندير العكس ديالها المهم خليكم مع الفيديو باش شوفو كيفاش غادي نخدم هاد الحلوه هادي راها ساهلة وبسيطة بسيطة بززاف اي وحدة تخدمها اي وحدة ان شاء الله غادي تصدق معاها تحضرها هكاية في العيد هكاية تزيدي بالمائلة يعني ش حاجة اللي هي راقية وش حاجة اللي هي زوينة لف شكل ولا في الماضاق وتقدري توجديها وتخليها حتى ليلة كاملة ولغد لي هذا طيبها حقاش العجين ديالن كيفما تشوفو غدا نبقى هكاية شوية باش يجيوني ذاكو الخطوط مبقاة ديال متساوين باش الحلوه ديالنا تجي على شكل واحد وعلى على قياس واحد ما تجينيش وحدة كبيرة وحدة صغيرة لابا غدا ندير العكس ديال لذاكو الخطوط نحاول ما امكان انني نديرها مربعين ما نديرهم مش طوال كيفما تشوفو قد العرض قد الطول بهات شكل هكا كنحاول ندير شوية باش يجيوني متساوين ما امكان باش ما يجينيش وحدة كبيرة وحدة صغيرة حقاش غدا نميلي غدا نقطعهم ورانا غدا نخالفهم كيفما تشوفو صافي غدا نستعمل هكاية حتى كنثالي الحلوه ديالي باش ازبينا انا نميلي كنثاليها عادة باش كنبدأ نقلي فيها يعني ما كتشتش لي وقت راكت توجد بسرعة فقط انك توجدي العجينة تخليها ترخف واحد ساعة ومن بعد تبدأ تخدمي فيها وكيفما قلت لكم تقدروا من بعد تخدموها تحتعفضو بها وتخلي واحدة تحتاجوها وتبدأ وتقليو فيها يعني كتجي سهلة مثلا اذا كانوا عندك الضياف مثلا تسابيها بكري وتخليها تحطيها سخونة تجي صراحة توجد مستقى تجي شئ خلاص يجربوها ويعطينا معتال من المعسلات تجي صراحة راقية وكتجي جد رائعة كيفما تشوفو نحيد الجوانب ونبدأ نشكل ورداتي كيف تشاهدون ونشارك معكم كيف نشكلهم كما يباريكم نضرب الجواني بهكا ونحاول نوصلهم ونضرب الجواني بهكا أو تاني كيف تشاهدون ونبدأ نخدم احتادوا كل يحدا هكا في الجنب نخدم ربعة في مرة هكا كما يتوضح لكم في الفيديو سوف نساعد بجبان الماء كيف نلصق هذه الوردة سوف نشكل هذه الوردة وضروري انكم تلصقوها لكي نطيبوا فيها ونضع نقطة الماء ونضع نقطة الماء ونضح هذه الوردة ونضغط جيدا ونحاول نتفك هذا الجواني بهكا لكي نبقى ملتسقين سوف نكمل كمية كاملة سوف نستطيع سخن جيدا سوف نستطيع المغرفة نضع المغرفة نضع المغرفة في الماء نضيفها تدريجي لن ترى الحلوة فقط لنضغط على المغرفة سوف نضيفها ونظرها دائري لأن المغرفة يضح ويظهر الجنب يجب أن تكون مغرفة هذه الأعمال سوف نصبع الحلوة لا تدريد أن تكون مغرفة كما ترى سوف نتافخ لدينا مغرفة سوف نتافخ لدينا فقاعات رائعة سوف نحاول نضيف المغرفة لكي لا تدريجي كما ترى سوف نعود أخرى سوف نضيف المغرفة سوف نضيف المغرفة ترى نضيف المغرفة السيطة عملا ونظيف المغرفة كيفما قلت لكم تقدروا تصوبوها قبل وتخليها و هكيا كيجي الوقت لكي تصديرها هكيا و تبدي تقليفها كيفما كتشوفو نفس العملية كيفما قلت لكم ما تضغطوش بزاف باش ما تخسرش لنا الورضة راكا تكون هشيشة بزاف قاعد كيفما كتشوفو و هنا را ندرت العسل حتى داب لي شوية باش ما يبقاش عاقل باش ما يهرش لنا الحلوة كيفما كتشوفو صافي دابا غادن العسل و هادرنا كيفما قلت لي كوما را ندرته في قلعة في حتى تطلق و كنبدأ دابا نعسل في هاد الحلوة ديالي بهتشكل هكا كنخوي عليها صافي و هنا يكن نكون عندي جلال اللي سبق لي و حمرته و باش كنزي لنا الحلوة ديالي اللي كجي صراحة راقية و كجي جيد رائعة لا شكل ولا ما ضق نقلب هادو من الوجه ديالهم باش يتحمروا ياخذوا اللون توحد كيفما كتشوفو كانت هدي الحلوة ديالنا اليوم تمنى تعجبكم ان شاء الله و اكيد غادي تعجبكم بأن صراحة كجي رائعة و ما فيهاش تكاليف و ما فيهاش حتى الخدمة و كجيش حاجة اللي يزوينا اللي شافك كي ما كيعرفك ش كيف اجدرت لي و هي بطريقة راقية ساهلة و بسيطة كيفما شفتو في الفيديو و كيفما وضحت لكم فقط كملوا الفيديو حتى الاخير باش ما تفوتكم حتى شي حاجة كيفما كيباليكم هذا هو الطابق ديالي ديال الحلوة الورضة اللي كي جي جيت رائع تمنى يعجبكم و يكون عاد حسنة ديالكم و اللي شافت الفيديو عجبه ما تنساش ترجيم و اشتراك باش ووصلك كل جديد ان شاء الله و ما جاهر الجديد بإذن الله وعيدكم مبارك سعيد و السلام عليكم اشتركوا في القناة